جزء أساسي من مبادرة حياة كريمة ما يتعلق بالقوافل الطبية أو القوافل العلاجية نحن عارفين أنه على مدار الفترة الماضية عدد كبير جدا من القوافل الطبية تقريبا كان بيجوب معظم محافظات جمهورية مصر العربية معظم القرى بيعمل على الكشف بالمجان للمواطنين في مختلف القرى تقديم العلاج أيضا المتابعة الدورية للحالات التي تستدعي متابعة وأيضا ما يتعلق بنقل الحالات الحرجة اللي بتحتاج إلى تدخل طبي أو تدخل جراحي إلى المستشفات وكل ده بيقدم بالمجان ده غير طبعا ما يتعلق بالحديث التوعوي أو الحديث التثقيفي للوقاية من بعض الأمراض خليني أقول لحضراتكم أن النهار ده كمان انطلقت القوافل العلاجية التبعة لمبادرة حياة كريمة للكشف الطبي على أهالي قرية أبو رماد التبعة لمدينة حلايب جنوب محافظة البحر الأحمر تستقر القوافل العلاجية فيها لمدة يومين تم خلالها الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان وإجراء التحليل والأشعة وتحويل المرضى للمستشفيات إذا لزم الأمر أيضا فيما يتعلق بهذا السياق كانت بدأت القوافل العلاجية عملها خلال شهر فبراير الجاري يوم 8 فبراير في قرية الأمل في مدينة القصير واستغرقت يومين ثم انتقلت بعد ذلك إلى قرية المستعمرة لمدة يومين أيضا ثم بعد ذلك في العاشر والحادي عشر من فبراير تم صرف العلاج مجانا والكشف الطبي في عدة تخصصات انطلقت عفوا بعد ذلك القوافل إلى مدينة القصير أو تحديدا إلى منطقة أبرق والخير شمال مدينة الشلاتين ومنها لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر أمس وأول أمس القافلة الطبية أسفرت واللي تم طبعا إقامتها في الوحدة الصحية لمنطقة أبرق الخير التابعة لإدارة الشلاتين أسفرت عن إجراء الكشف الطبي على 87 مواطن على مدار اليوم وتم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر ترجمة نانسي قنقر